حياكم الله من جديد مستمري معكم في برنامج ملف الرقيب حتى الساعة الثالثة برحب برة ثانية بضيوفي أحمد الفرى عضو اللجنة الاستشارية لمشروع صدى أو حملة صدى وأيضا طبعا أمجد الأحمد كمان عضو اللجنة الاستشارية أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أحمد توقفنا عند بعض القضايا حقيقة في سياق دور الجهات الاختصاص المعنية بتقبل هاي الحلول ولا عدم تقبلها وبدأ أنتقل بعدها لأمجد الأحمد لأحكي عن بعض القرارات السابقة اللي اتخذت أصلا من الحكومة وكانت قرارات إيجابية لكن السؤال ماذا بعد هذا القرار مين اللي تابع مين اللي حلل مين اللي راقب هل بالفعل السياسي اللي اتخذناها أو القرار اللي رسم قبل سنة أو سنتين من اليوم فيه له صدى مع حملة صدى فيه له صدى على الأرض فيه له صدى في جيب المواطن ولا بدأ نرجع للمربع الأول كالمعتادة تفضل أحمد ومننتقل لأمجد نعم يعني مهم جدا أنه إحنا نطلع على أدوار مختلفة للقطاعات الرئيسية سواء كانت قطاعات خاصة أو عامة حكومية أو أهلية اللي بتمثل المستهلكين جزء من المعادلة والكل يعي أنها حملة وطنية وإن شاء الله تكون شرسة وسندعم هذه الحملة من خلال صدى وحملة دعم المنتج الوطني بحد ذاته المنتج الوطني هو البديل الأجدر بأن نتوجه بالدعم له كمختلف فئات الشعب بنحكي عن نسبة استيراد أشار إلها زميلي أمجد وأشارت إلها أخي طلعت بـ 80% من ما نستهلكه هو مستورد من السوق الإسرائيلي نعم يشمل هدولة 80% تشمل ويبدو هاي نسبة يعني تأبى أنت يعني أنها تتزحزح بالعكس في تزايد على الرغم من كل السياسات في تزايد للأسف الشديد في تزايد إذا بنقارن السنة الماضية عن السنة هي في تزايد وليست في إنحسان هذا إنسي جاما مع سياسة فك التبعية بالتحديد يبدو ذلك الفكرة أنه يجب أن نحدد معطيات دعم هذا المنتج الوطني يجب أن نحدد مدخلات الإنتاج والتكلفة في المنتج الوطني وبالتالي انعكاسها على المواطن هذه هي تحت سيطرتنا بشكل مباشر غير خاضعة لكثير من المنظمات الدولية والاتفاقات الدولية والإقليمية كاتفاق الغلاف الجمركي جزء من المطالب اللي بتتوجه فيها حملة صدى وهو تشكيل لجنة إنقاذ وطني هذه اللجنة يجب أن تشكل من كافة الجهات ذات العلاقة يعني الوضع أصبح بحاجة لإنقاذ واضحة يعني إن نحكي عن إنقاذ معنا تفيع أنه في عنا أشكالية كبيرة اللي قادم أكبر يجب أن نستعد لكافة السيناريوهات من أبرزها أنه يجب أن نعمل على دعم منتج وطني قادر تتحمل فيه المسؤولية كافة الشركاء الحكومة يجب أن توفر مدخلات إنتاج بتكلفة أقل يجب أن يعمل القطاع الخاص بإنتاجية أعلى وبالتالي تخفيض تكلفة الوحدة اللي بالأخير بنقدر نوصلها للمنتج كمثال يا سيدي بهذا الاتجاه موضوع المخبز من يستعمل الطحين المحلي لماذا لا يتوجه له بعض المحفزات في السعر في الإعفاءات تعزيز دور وجود الطحين المحلي ضد أي طحين آخر سواء كان من تركيا أو من إسرائيل هو عمل أعتقد أنه الكل سيتفق عليه لا يجب أن نضع عقبات لكن يجب أن نضع حلول من هذه الحلول الخبز رغيف الخبز رغيف موجود في كل منزل يحتاجه كل مواطن والعمل بهذا الاتجاه يجب أن يكون من خلال إيجاد الاستراتيجيات الملائمة لتحفيز المنتج الوطني وتحفيز من يستعمل المنتج الوطني في الإنتاج التوجه من خلال لجنة إنقاذ نعم نحن نحتاج إلى لجنة إنقاذ وطني تعمل بشراكة كلمة السر في كل ما نحتاج له في المرحلة الحالية والقادمة هي الشراكة طيب بشراكة أو بدون شراكة أمجد الأحمد بعض القرارات كان المرجو منها أن تحقق بعض الإيجابيات أو تحسن من بعض المؤشرات من البطالة ومن الفقر ومن تشغيل عمالنا وإلى آخره ومن خفض أيضا الأسعار وتشجيع الصناعة المحلية أهمها كان موضوع مقاطعة منتجات المستعمرات أو كان المستوطنات كما تسمى من تاريخ ما بدأ هذا القرار أعتقد 2011 أو 2010 كبداية لكننا نحن 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 توكي اتفاعلو صندوق الكرامي وأعتقد كان بال2011 لو حكيني بس عن الفترة هاي ثلاث سنوات بلاش يسيري نقاضيه بعشر سنوات خلينا نقاضيه ب beslث سنوات شو اللي حقق هذا موضوع مهم الذي أثرته موضوع القرارات التي اتخذت عن المجلس الوزراء أولا موضوع مقاطعة المستوطنات مهم جدا كان الهدف منه يعني أمرين الأمر الأول سياسي هو لتحفيز العالم وتحديدا الاتحاد الأوروبي كونه وقع معنا اتفاقية أنه أنت وقعتوا اتفاقية مع الضفة الغربية وقطع غزة كما هي مذكورة في الاتفاقية الأوروبية الفلسطينية وقعتوا مع إسرائيل ما بصير تأخذوا منتجات تنتج في الضفة الغربية وتعطوها معاملة تفضلية وتنبع لأساس أنها منتج إسرائيلي الحقيقة استطعنا أن نشكل حال اتفاذ للأوروبيين في هذا الموضوع تم اتخاذ قرارات في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل النارويج وجنوب أفريقيا في الهدف السياسي أتوقع أنه تحقق وهم مستمر على دول أخرى غير الدول الاتحاد الأوروبي والنارويج الموضوع الثاني هو موضوع اقتصادي كان مفترض من هذا القرار أنه كمان يستغلوه اقتصاديا يعني أنه يعزز المنتج المحلي والمنتج الوطني هذا يتطلب أنه تقليل البطالة لما أنا بصدر قرار أو باتخذ قرار كمجلس مفروض أنه نسبة البطالة كونه صار فيه إقبال على المنتج المحلي هذا بيؤدي أنه إلى زيادة إنتاج في المنتج المحلي وبالتالي يؤدي إلى عمالي جديدة تدخل على المصانع والمؤسسات الفلسطينية وإنتاج أكثر ورسوم أكثر وضرائب أكثر نعم لماذا أنا بقرأ يوم الخميس أنه نسبة البطالة في الضف الغربي ازدادت في الخليل بلغت 22% على نسبة في غزة بلغت 32% معناته القرار من ناحية اقتصادية بتقديري فشل وكان مفروض أنه يحقق نتائج إيجابية على البطالة وعلى الفكر كان فيه يعني رؤية هيك ليش يعني كمان هاي بتغيب يبدو ونعرف ليش أنا فشلت أني أصل لهذا نعم أنا أعطيك على أقل حتى ما أقع مرة ثانية نعم أخي طلعت أنا أعطيك على سبيل المثال أنا طلعت قرار من سلطان أنا بجمع بجتمع بنسك مع القطاع الخاص أنا بدي أدعمكم أنا صحيح بجوز الهدف 80% أو 70% سياسي ومعنوي ليخدم القضية الفلسطينية لكن فيه شك اقتصادي أنا بدي أطلع قرار زي هذا مفروض أنك تستوعب أقل إشي كمان تزيد العمالي عندك 5% أو 10% كان مفروض يتم التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الموضوع وإجبارهم على بدي أرفع عليك ينتاجك لأنه بدي أتزار فستك على الرف في الفلسطيني أنا بدي إشي اللي جبت أنا بدي تقللي من البطالة الموجودة بس يبدو هاي الصفقة ما تمت أصلاً أمجده لا ما تمتش الإحصائيات بتقول أنها ما تمتش اقرأ يوم الخميس جريدة الأيام بيقول لك أنه الدراسة صادرة عن البقدار نسبة البطالة زادت نسبة الفقر زادت نسبة الفقر المتقع زادت هذا برضو بحاجة لدراسة بحاجة لتنسيق مع القطاع الخاص ومع العكومة واتوقع إن شاء الله أنه راح يكون هذا بند وعلى برنامج حملة صداء الموضوع الثاني موضوع رفع الجمارك على أربع سلع أساسية على أربع سلع بتأثر على المنتج المحلي اللي هي الألمنيوم الأثاث الأحدية الملابس وبرضو كان المفروض يكون فيه له نتائج إيجابية والإحصائيات وما صار له والإحصائيات يعني حقيقة ما فيه يعني أنا كل اللي بقرأ أنه فيه ازدياد في البطالة وازدياد بحالات الفقر بين شرائح المجتمع الفلسطيني الموضوع المهم جدا كمان واللي ممكن يساعد المستهلك موضوع الحد الأدنى من الرجون تم اتخاذ قرار بواحد واحد 2013 من مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور لو جينا عملنا دراسية هل ترى كم تطبق من هذا القرار وممكن أن الحكومة تطبقته على نفسها بس على القطاع الخاص تم وجد أو إيجاد آليات لمتابعة تنفيذ هذا القرار هذا القرار مهم يعني بأدنى إحصائية بتأكد نعم في ناس ما زالت بتأخذ 600 شكل أختلعك في ناس بعد ما زالت تأخذ 600 شكل و700 شكل و1000 شكل رغم أنه الحد الأدنى من الوجول 1450 شكل هذا مبلغ يعني فيه فرق ممكن أنه يساعدني في مواجهة غلاء الأسعار وين الآليات لتطبيقه لازم أنا أقول خلي العمل يجي يشتكيلي لا العمل مش رح يجيك يشتكيلك لأنه بكله بقطعش رزقي أنت لازم تجد آلية بالضبط أنت لازم يعني هاي قرارات بالإضافة للحملات الشعبية على المنتج الإسرائيلي وتجيع المنتج المحلي طبعا هلا بغفرجيك بروح نوياك على مطاعم وأنا حاطين ثلاجة لتبزينة وبس ما فيش فيها ولا فيها أي مرطبات سواء كانت تنتج محليا أو حتى مستوردة من دول عربية أو غير عربية فقط طب ليش وين الحملات الشعبية على هاي المحلات روحوا وعقوهم يا أخي بس مش مطلوب منك أكثر من هيك فالقرارات أنا بتقديري يجب أن تنعكس على المواطن وبالتالي التأثير إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني مفهوم أحمد قديش يعني بتحب تسلط الضوء على نفس النقاط مهم جدا زميلي أمجد فيما يتعلق وهذه أكيد طبعا يعني تغذي راجعة لكم مؤكد حوار نعم تخدمكم كيف ترسموا سياسات جديدة نعم بالتأكيد إنه ما بدنا قرارات تقليدية تودي بنا إلى نتائج تقليدية صحيح أو حتى لا نتائج صحيح أو حتى لا نتائج القرارات يجب أن تحتوي على أدوات فاعلة للتنفيذ تماما أتفق مع ما تفضل فيه أخي أمجد حول الحد الأدنى للأجور اطلعت أنا حديثا على الاتفاقية الاتفاقية من حيث الإحصاءات نعم النسبة الأكبر في الشمال في محافظات الشمال لم يطبق عليها الحد الأدنى للأجور من قبل القطاع الخاص وبالتحديد في قطاعات المشاغل الخياطة ورياض الأطفال بشكل أكثر تركيزا الإشكالية لما بتناقش هذا الموضوع مع الأطراف الثلاثين هناك لجنة سياسات ثلاثية عمال أصحاب عمل وحكومة الاتفاق كان واضح أدوات نجاح اتفاق الحد الأدنى للأجور موجودة فيه لكن هل نفذت نهائي لم تنفذ وهنا المشكلة أهم بعد أنا طلعت عليه كان بند رقم أربع ممكن نضم هذا لمطلب حملة صدى بالتأكيد لا لا عفوا نقول مع كل قرار يتم إصدار قرار لتفعيل القرار ومن ثم إصدار قرار لتنفيذ القرار البداية وسرح Sweet ومن ثمenas ن Harlem لدنا قراراية لتنفيذ صحيح ف ألي أنه muажу بعض الحملة في حسب يكون هناك قرارات إيجابية عدم تطبيقها أو عدم الاهتمام بتطبيقها مثلنا قرار الحد على الرغم من بعض المعارضين يقوله أنه مبلغ غير كافي لأنه بالأصل نحن نحكي خط الفقر 2270 شكل تقريبا 2300 شكل يعني بالحد الأدنى للأجور أنا لسه ما وصلت لخط الفقر حتى ومع ذلك يا سيدة طبقه هو الأسوأ لكن هو أفضل الأسوأ طبقه يا سيدة بهمني في مبدأ الشراكة أني أشيل لنقطة رقم أربعة في مفاوضات صارت وأعتقد أنه الكل أشبعها نقاشا المفاوضات اللي أفضت للرقم اللي موجود بس هاي بدون كيري أيوة أنا مفاوضات وطنية سليمة الله يضع لك لا تحكي لنا سياسي لا إذا خطت كيري مش راح تتنفذ نحن نتأمل أنها تتنفذ على الأقل النقطة أربعة بتحكي بشكل مباشر وعيا من كل الأطراف أنه في قطاعات فعلا من الصعب عليها حتى الالتزام بهذا الرقم تم وضع بند مهم جدا أعتقد أنه الحكومة يجب أن تقوم بدورها في دعم بعض القطاعات للقيام به يعني لم تستثنى القطاعات من تنفيذ القرار وضعت آليات تتفضل بالآليات سؤالك أخي أمجد وضعت آليات في النص القرار بتوفير الدعم الحكومي اللازم لهذه القطاعات لتنفيذها يعني لم يستثنى أي قطاع من تنفيذ الحد لأدنى الأجور لكن وضعت آليات دعم حكومي لهذه القطاعات للأسف الشديد لم نرى من بيئتها أي تنفيذ لهذه الآليات التي تمكن رياض الأطفال نعم هناك أرقام 600 شكل أنا شفت حالات في نابلس السيدة إحنا أيضا بدنا ندعم بتجاه دمج المرأة في سوق العمل لأنه هي ممكن اقتصادي سيدة بتقولك أنا فعلا أعي تماما إنه صاحب العمل بقدرش يديني أكثر من 600 شكل حتى لو بدي أضغط عليه راح يروحني معهوش إمكانية يدفع لي أكثر بس بالمقابل آنوية بدنا نضغط على الحكومة توفر لنا البيئة الملائمة بدي أرجع مرة ثانية للشراكة هي العنوان بس شراكة فاعلة شراكة بتحكي فيه أدوات وآليات تنفيذ متفق عليها ممكن أمجد يكون فيه شراكة فاعلة طبعا طبعا فيه ممكن يكون فيه شراكة طب يا سيدي إذا أنا كحكومي ما بدي أشاركك يا سيدي يعني أنا بأعتبر حالي أنا اللي برسم السياسات أنا ولي النعمة أنا اللي بدي أتخذ القرارات وأنت عفوا يعني أنت مواطن ادفع ضرائب وما لك علاقة عفوا هو حقيقة بد الموضوع يعني أنا ليش موجود إذا أنت بدك تدخل إحنا حقيقة إن شاء الله حملت صدر راح يكون فيه لها تجاوب من قبل الحكومة والقطاع الخاص ورح نطلع يعني فيه واسطات نحن عدالة ما نطرح هو واسطنا ومتأكدين إنه الحكومة راح تتجاوب مع المطالب أو مع المقترحات التي سوف نقدمها لهم وبالشراكة مع القطاع الخاصة كيف ناوين بالله تقدموها معلش بحب أعرف كيف يعني ناوين بتكتشمع مثلا مع وزير المالية مع مسؤولين رأي سيدي راح مش راح مش راح مش راح الرئيس الحكومة يعني اللي فيه اللي فيه مكفي ما ظلنت من في هذا الموضوع راح نجتمع معهم نتناقش معهم في الموضوع نخرج في مقترحات إذا كان مقترحاتنا ممكن نكون إحنا مش أنبيا ممكن نكون مخطئين في نص معين ممكن نكون إحنا مش معبيين فراغ معين إحنا برضو راح نعبيه بعد الاجتماع داخلنا بالإضافة إحنا من نكون نحاول نطرح إشي متكامل وبما إنه الكمال لله وحده ممكن لما نكون إحنا بإجتماع مع الناس المعنيين الجهات الأخرى المعنية إنه برضو نضيف أو نحذف أو إلى آخر بحيث إنه نطرح خطة كاملة متكاملة ينتج عنها شيء ملموس للمواطن الفلسطيني في الضفر الغربي طبعا هذا هو التارجة تبعنا أحنا دل الفر أحنا معنا ثلاث دقائق بس نحكي الخطوة القادمة وهل هناك جدول زمني منحكي عنه ولا بدنا نترك الأمور لا نتقدم للمسؤول ولا يعطينا الموعد ولا يردلنا خبر وإلى آخره بمعنى منصير بدنا كمان حملة عشان نضغط على حملتكم إنه الله يجب ما عاشد دحولكم تمام مش هذا هذا سلو بلدنا زي ما بقول المصريين لا يعني فعلا هناك وضوح جدا في الخطوات وصلنا للدراسة التحليلية الآن تم تعريف هذه السلع الأساسية اللي واجب التدخل فيها وأيضا سبل التدخل فيها من خلال وثيقة مطالب بيسعدنا إن نودع منها نسخة حتى تعميمها إن شاء الله بعد اجتماع يوم السبت القادم فيها 14 15 مطلب واضحين بحتى أدوات معالجتهم رسالة المطالب ستكون هي المادة التي سنتوجه فيها في لقاءات ثنائية مع الأطراف المعنية من كل الأطراف ومن ثم سنسعى لعقد حوارات لمختلف الأطراف على نفس الطاولة هذا جزء مهم جدا من الوصول إلى الرؤية الشمولية في الحل وليس إشارة بالاتهام لأطراف غير موجودة لا 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 حتى الحملة نعم برنامجك موجه بهذا الاتجاه والحملة أيضا موجه بهذا الاتجاه إشراك الأطراف الثلاثيين كلهم بكل مجالاتهم فيما يتعلق بذلك بحب أضيف نقطة مهمة جدا هو موضوع العمل على الحماية الاجتماعية موضوع العمل على القطاع الخاص يعتمد بشكل رئيسي على القدرة الاستهلاكية للمستهلك وبالتالي أيضا التأثير على كافة الممكنات للمستهلك هو تأثير إيجابي على الاقتصاد العمل على معادلة التكلفة والجودة هو جزء مهم جدا من دعم المنتج الوطني يجب أن نسعى بشكل مباشر لوضع خطة ناجحة عشان هيك بقولك بدنا لجنة إنقاذ وطن واللجنة تكون فعلا ممثل فيها كل الأطراف ذات العلاقة مدى زمني أتوقع أنه خلال الفترة قريبة نعم هناك خطة واضحة زمنية خلال فترة قريبة على الأقل قبل الشهر الفضيل إن شاء الله كل عام أنتم بخير سلفة مهم جدا مبول كمان للطوائف المسيحية كل عام هم بخير طبعا بمناسبة أهل الشعان كل عام أنتم بخير جميع ملكي قبل رمضان يا سيدي بالضبط رمضان هو نقطة فيصل اللي إحنا حطينها في الحوارات الداخلية نحن قطايف يعني ناكل خبز بس نشيدي يعني خلوا القطايف زي ما هو غالي بس ناكل خبز نعم نعم كمان الوضع السياسي اللي بنعيشه بالفترة يعني هالأشهر الحاسمي بتقديري كمان إلو دور وتأثيره سلبا أو إيجابا على مخططاتنا بدنا نحاول أن وضفه إيجابا بدنا نحاول أن وضفه إيجابا لأنه لازم لازم يكون فيه تكاتف اجتماعي فصائلي فلسطيني حتى أنه نخرج من هذه الأزمة اللي بتقديري أنه احنا منمر قضيتنا الفلسطيني في منعطف أكثر من المنعطف الذي مررنا به بالعام الف وتسعين وثمان واربعين وخاصة أنه الكرت الاقتصادي الكرت الاقتصادي بالأصفر وبالأحمر وبالأزرق وبكل ألوان الطيف أعتقد هو وسيل الضغط على قيادة البلد وعلى البلد وعلى الشعب فالأولى نفكر بحلول كيف نحاول نرفع سيف سيف هالتهديد الاقتصادي هذا اليوم اليو مارس علينا جميع والنقبات الوظفين والنقبات الاخرى مع رئيس الوزراء مع عطفة رئيس الوزراء يعني كان برضو يعني لدراسة لدراسة الخطط المستقبلية لمواجهة ما هو قادم اللي الأصل تكون موجودة بالأصل لازم نحوذ صحيح هذا السيناريو محتمل نلتهاينا سابقا في تطبيق يعني على الوطن في ABC خلي كمان عنا خطط ABC شكرا جزيلا أمجد الأحمد عضو اللجنة الشهرية لمشروع صدم مواطنون لخفض الأسعار وشكرا أيضا لعضو اللجنة الشهرية أيضا أحمد الفر شكرا لكم لوجودكم معنا في منف الرقيب رح نكون معكم الثلاثاء القادم بنفس الموعد هذا طلعت على ويحييكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة